الثالث عشر التمر وهو طعام مبارك لأنه من هذه النخلة التي قال عليه الصلاة والسلام في شأنها إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ثم قال هي النخلة هي النخلة فهي مباركة في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها لا يسقط ورقها ويؤكل ثمرها يستعمل فاكهة رطب وغذاء تمر ونقيع التمر يشرب حلوى وييبس من خشبها وورقها وأغصانها الجذوع والحطب والحصر والحبال والأواني والمؤمن يشبه بنخله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه وعظم نفعه وشمول خيره ودوام الطاعات مثل النخلة هذه ما يسقط ورقها فهو يواضب على الصلاة والصيام والقراءة والذكر بيت لا تمر فيه جياع أهله ولذلك هو فاكهة غذاء دواء شراب حلوى طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب الرابع